بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على الهاد الأمين والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على منهجه إلى يوم الدين فحياكم الله في هذه المحاضرات القيمة التي تتكلم عن الوسطية والاعتدال نبدأ بتعريف الوسطية والاعتدال في اللغة والاستلاح فأما تعريف الوسطية والاعتدال في اللغة قال ابن فارس رحمه الله وسط الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف وأعدل الشيء أوسطه ووسطه وقال ابن منظور رحمه الله وسط الشيء ما بين طرفيه قال الشاعر إذا رحلت فاجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العند ويقال هو من أوسط قومه أي خيارهم ومنه قوله تعالى قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم ومنه سميت الصلاة الوسطى لفضلها على سائر الصلوات فكلمة وسط ووسطية تحمل معاني الخير والعدل والجودة والبينية والرفعة ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عادلة خيره يؤيد ذلك قول المولى تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أما الاعتدال في اللغة العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور والعدل من الناس المرضي المستوي الطريقة وقيل المرضي قوله وحكمه يقال هذا عدل وهما عدل والاعتدال توسط حال بين حالين في كم أو كيف كقوله جسم معتدل بين الطول والقصر وماء معتدل بين البارد والحار وكل ما تناسب فقد اعتدل ثانيا تعريف الوسطية والاعتدال في الاصطلاح أما الوسطية في الاصطلاح فلها معاني أو فلها معنى يخص الأمة ولها معنى آخر يخص الفرد أما وسطية الأمة فهي مؤهل الأمة الإسلامية من العدالة والخيرية والصلاح مما جعلها أهلا لتكون شاهدة على العالمين كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وأما الوسطية المتعلقة بالفرد فهي التوسط في الأمور باختيار أفضلها وأحسنها وأعدلها فالوسطية هي الخيرية والأفضلية وكل وسط يصاحبه الخير ويكون هو الأفضل ومنه قول الأعرابي للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد علمني دينا وسطا لا ذهابا فروطا ولا ساقطا سقوطا فقال له الحسن أحسنت يا أعرابي خير الأمور أوسطها فالاعتدال التوسط بين حالين بين إفراط وتفريط بين إفراط وتفريط وغلو وجفاء إلا أن ذلك ليس بحتم لازم فالصدق مثلا يقابله الكذب ومثله العدل يقابله الظلم وليس أي منهما وسطا بين رضيلتين ويمكن تعريف الوسطية بأنها الاعتدال والقصد في تحقيق شريعة الله تعالى فهما وسلوكا ترجمة نانسي قنقر